إذن ننتقل الآن للعاصمة الأردنية عمان ولكلمة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصالي نتابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فبداية أتقدم بالشكر الجزيل لقناة MBC التي تتبع قضايا الأمة وما يهم المجتمعات فبارك الله فيكم حقيقة إن يوم عرفة هو من أحب الأيام إلى الله عز وجل وأفضلها على الإطلاق لأن هذا اليوم فيه من الحوادث التاريخية والدينية ما يجعله يوما مباركا وهو يوم من أيام الله هذا اليوم المبارك الذي يقول عنه بعض العلماء أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعلم آدم المناسك ويقول له هل عرفت هل عرفت هل عرفت فسمي يوم عرفة فعرفت الله هذا المكان الذي يجتمع به الحجيج من كل أقطار العالم بلباس واحد وهو الإحرام ودعاء ونداء واحد لبيك اللهم لبيك وأفضل ما كان يدعو به النبيون هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمج يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا اليوم كأنه يمثل يوم الحشر عندما تقوم الساعة ويقوم يوم القيامة ويخرج الناس من الأجداث كالفراش المنتشر هذا صورة مصغرة عن يوم الحشر والناس كلهم يلهجون بالدعاء والنداء إلى الله وكل واحد يتمنى أن ينجو بنفسه وكذلك على عرفات الله يجتمع الحجيج في موقف واحد ومكان واحد وبزي واحد وبلباس واحد ونداء واحد وكلهم يجعر إلى الله كأنه يطلب النجاة النجأ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين عند الله هذا اليوم المبارك هذا اليوم المبارك حدث فيه من الوقاعة التاريخية أنه بعد صلاة الظهر عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر في حجة الوداء ناقته العظباء بركة من شدة الوحي وإذا بالوحي ينزل على محمد عليه الصلاة والسلام يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولما كمل يعني منى الدستور القرآن الكريم كمل وشوف القرآن الكريم نزل في ليلة القدر 27 من رمضان واختتم في يوم عرفات على جبل عرفات وعند الأمم الحية أعظم يومين هو يوم نزول الدستور ويوم اختتام الدستور ولذلك لما سمع عمر بن الخطاب هذه الآية رضي الله عنه بكى قيل له وما يبكيك قال ما كمل شيء إلا ونقص أيام معدودة ثمانين يوم وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى في هذا اليوم المبارك الناس يلهجون بالدعاء يمضوا وقتهم وهم يدعون الله سبحانه وتعالى وفي هذا اليوم المبارك ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة بالحجاج انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق اشهدوا بأني قد غفرت عنهم وقال ربنا سبحانه وتعالى نادى بأن الذنوب الصغيرة والكبيرة قد حطها الله عن الحجاج وأن الله سبحانه وتعالى ضمن عنهم التبعات هل يوجد للإنسان يوم أعظم من هذا اليوم؟ ولذلك في هذا اليوم يكثروا الإنسان على عرفات يكثرون من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أما غير الحجاج فيكونون في بلادهم وبلادهم أيضا يلتزم الإنسان بالذكر والذكر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد هذا اليوم الذي الحجاج على عرفات ومن السنة على المسلمين أن يصوموا هذا اليوم للقادر طبعا لأن سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفات ليس للحجاج وإنما لغير الحجاج عن صيام يوم عرفات قال يكفر ذنوب سنتين سن ماضية وسن باقية ولذلك الإنسان في مثل هذا يكثر من الصيام والذكر والاستغفار والدعاء إلى الله عز وجل الله يباهي بالحجاج كذلك الله سبحانه وتعالى يباهي بالناس الذين لم يستطيعوا أن يحجوا أو لم يصدروا أن يصلوا إلى عرفات أو الماكن الطاهرة إذن هم يكثرون من الذكر لله سبحانه وتعالى ويباهي بهم الملاك انظروا عبادي كلهم يذكرون ويكبرون ويهللون من أجل أن تزول عنهم السيئات وأن تزداد لهم الحسنات وأن ترتفع لهم الدرجات قلوبهم صافية وأنفسهم زاكية كلهم يعني الآن في خشوع وهل يوجد عند الإنسان وقت أفضل وأعظم من هذا الوقت الذي يكون في عرفان لذلك ما دام هو أعظم يوم وأفضل يوم وهذا اليوم مبارك عند الله سبحانه وتعالى وأن نحن دائما على المسلمين أن يكثروا من الطاعات لله سبحانه وتعالى يا سيدي الجائحة هي بسموها الجائحة ويسموها بالفقه الإسلامي الأزمات والأزمات لها فقه خاص متميز بها يعني أحنا أصبحنا في حظر والحظر منعت صلاة الجماعة ومنعت الجمعة وتركنا حقيقة كثير من العبادات وأصبح الآن تباعد بين الإنسان والمصلي والمصلي وكذلك الحج بالأزمات له ظروف خاصة وهذه الظروف حقيقة له أحكامه الخاصة والعلماء يفتون بالجائحة من وقت الأزمات والجائحات حسب الظرف والبيئة والوقت اللي يعني حتى لا يتضرر الناس لأنه بالشريعة الإسلامية من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس وحفظ النفس هو يعني الآن الحج ممكن ربنا يمد في الأعمار والسنة الثانية حج صلاة الجمعة ممكن كذلك صلوا الجماعة في أوقات أخرى أما بالذلك للجائحة و للأزمات يعني عند الفقهاء أحكام خاصة بها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون طاعون عمواس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعوا بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وإنتم خارجها فلا تدقلوها هذه أحكام خاصة لله نسأل الله إن نزيل عنا الوباء والبلاء والفتن والمحل ما ظهر منها وما بطل ترجمة نانسي قنقر